اشتركوا في القناة 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 توقفوا في القناة وليسانة واحد الاعتراف واحد الفرصة انك تعطي المثال المغربة ويوجوم المغربيتين اللي تعلقت في اللائحة على صعيد الاخريبي وكذلك صعيد العالمي نحنا جنانا صعيد ال الاخريقي وعلى صعيد العالمي المرتبة ديناتها هي مهمة بثاف بالنسبة المغرب بواحد شرف كبير بالنسبة لنا ما كنشوفه بأنها بوزيتيف إيجابية وش هنقول لك بالنسبة المسألة دي البحث العلمي في حل قلت لك أنا المشوار ديالي تقريبا 19 عام وانا فلوقه بسيدا ديغة في أوروبا ويعني هاد الكلاسمو كانت حاصيلة لمشاركات بثاف الأبحث ولكن نقدر نقول لك بأن فعلا المغرب كيدير مجهود وخصو يجيدي دير مجهود شوية يعني وفار كيديرو يعني أنا نقول لك بأن كينا مجهودات ولكن خصنا مجهودات كتار الحمد لله هاد نتيجة هذي كتشجع هاد نتيجة هذي كتقولنا بأن النس اللي كيخدمو را كيوصلو وهذه النتيجة هذة يعني إحنا عتكون فرصة بالنسبة للجامعة المغربية بصيفة عامة والبحثي المغربة بصيفة خاصة على أنهم ينخرطوا في المسيرة دي البحث العلمي وأنهم يشقوا هذا الطريق هذا وهذا طبيعة الحال كيتطلب مجهود شخصي ومجهود على مستوى الدولة طبيعة الحال أهم تحديات طبيعة الحال شي حاجة اللي هي تحديات الكبرى هو أن الإمكانيات خاصة تكون متوفرة بوحد طريقة لأن لا قرن ما بين أوروبا ومبين دول على صعيد العالم وشوفنا النموذج اللي هما كيحتكوا به وشوفنا النموذج اللي عدنا أي واحد مقارنة بسيطة يعني محتش تكون يعني تشوف بأنك عدنا واحد خصنا نتحسنه في واحد مجموع المجالات ونهتمه أكتر بالأستاذ الجامعي لأنك نظن الأستاذ الجامعي خصوص تعدلوا الموضع الوضعية دياله وتوفروا يعني نقدر نقول لك أنا كينا المواهب كينا طبيعة الحال المغرب فيه المواهب بالساف يخصنا نهتموا بها بواحد الشكل أكتر يعني ما نقولوش بأنك هنا اهتمامات ولكن تكون اهتمامات فعالة فعالة وتوجد الشروط والظروف باش نقدره باش يقدر هذيك الأستاذ يجبر الموحيط المناسب ويقدر تهو يبدع كنشوف هذي يعني شي حاجة اللي هي أي واحد يقدر يشوفه في الحقيقة أنا في رأيي بصراحة يعني خص المغرب ديالنا بلد طبيعة الحال بلد كبير وخصنا نهتموا بالنس دياله وخصنا نهتموا بالنس اللي عندهم القدرات الكبيرة نعطوهم فرصة كبار اكتر باش يقدروا يعني 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 يعطيوا اللي بلاد أكتر ومن الأسباب اللي كتخلي هجرة الأدمغة هو أن طبيعة الحال ما كان جبروش المناخ المناسب في الحق وهذي واحد المسألة اللي خصنا نخدمه عليها كم نمبينا كلنا كنتحملوا مسؤوليات ديالنا في الحق أنا كيجيني أنا لأن كل شي كيتحمل مسؤوليات دياله يعني الأستة هو والمسؤولين وكلنا لأن الصالح للبلد ديالنا احنا اللي كيهمناه وأن البلد ديالنا تكون في القمة أو لا تكون مع البلدة الأخرى يعني المعاتبة ما كيجبتها شي نتيجة خصة يكون عندنا واحد النقد اللي هو إيجابي واحد النقد اللي هو كيشجع واحد النقد اللي هو كيدفعل الأمام أنا من هاد المبدأ اللي كيجبني نهضر دائما كيجبني نكون متفائلة كيجبني يعني يعني هذا يعني نفحل نقوله نخدم على الأشياء حتى نوصلها وهذا هو اللي خصنا هاد اللي اسبخي هاد الروح الروح لحب ديال المسألة خصنا كم نبينا نحاولو نفروها المراكز البحث العلمي في المغرب تهيخ ستقطاع مشوارات أخرى في الحق ولكن مو يمحنا في البداية ديالا يعني خص بصراحة خصنا نخدمو على المكونات والمؤهلات وعدنا طاقات وخصنا نشوفو هاد مسألة بجدية أولا نطرح الأسئلة علاش كيفاش نكتروا العادلة ديال المغربة يكونوا متقلقين كيفاش نكتروا العادلة ديال المغربة يتشاركوا في مشاريع علمية فحل يعني إلا خصنا فريمو نحطوه المسألة ديال البحث العلمي كواحد الحاجة أساسية رئيسية باش ننوضو يعني ننوضو بهذا نقولو حنا بتقدمت البلد ديالنا لأن العلم ما يمكناش لأن العلم هو الأساس في الحقيقة ويعني بسافة خاصة هو العلم اللي كنقولو هذا فوندمنتال يعني لا سيونس فوندمنتال لا سيونس فوندمنتال وخما كتشوفش انتينى نتيجة دياله إيميديا ولكن هي لا بز جميع ديال تكنولوجيات اللي كنعيش فيها إذن خصنا حنايا نشجعو على البحث العلمي الأساسي خصنا نوفروا الشروط باش هادك الأساد وهادك الطالب يجبر الموحيد المناسب باش يقدر يتقدم الأمام وخصنا نترحوا الأسئلة اللي هي علاش عادنا هاد المسألة هدي وانا كنشوف هاد في الحقيقة يعني التعاطف مع الناس على هاد الترتيب ديالنا شي حاجة ان الشعب المغربي باغي باغي يكون أرقى وأحسن هادته هو إيجابي فهمتي انا كنشوفها إيجابية وكترى بالنسبة الشابب يعني بالنسبة الشابب واحد النموذج اللي هو مايقدر اللي هو عوثاني إيجابي اللي يقدر يشجعوهم وماشي كلهم ميبقى يشوفو خصومي يديرو خصومي هادكو لأنك هنا الأمال وطبيعة الحال طريقة البحث العلمي ماشي طريق سهل طريقة كيتطلب الكيفح والنيضال والصبر من ناحية الشخص وكيتطلب من ناحية الدولة وليزانستانس مسؤولين يوفروا يعني بحال هي مسؤولية متبادلة وكل واحد خلصوا يتحمل مسؤولية دياله ونوصلون واحد النقطة اللي الهدف هو نخدموا البلادنا بالنسبة لباحثين المغاربة الشابب هو أنهم يعني يكون عندهم واحد الهدف في الحياة ديالهم مهم واحد الهدف ويخدموا علي ذلك الهدف ويخدموا عليه بصفر ويخدموا عليه بكيفح وأن المسألة ما هي يعني ما كتقدرش توصل واحد الهدف ديالك بواحد طريقة سهلة يعني أي هدف خص واحد الكيفح صارم وخص واحد يعني المصابرة والعمل عليه وهذا اللي كان شجعوا وأنهم يعني يمشوا في الطريق العلم لأنه طريق رائع كيتطور إنسان شخصيا وكي خليك تكون فعال بالنسبة لراسك وبالنسبة لبلادك وهذا شي حاجة جميلة جدا اشتركوا في القناة